دخان ونيران ناتجة عن زلزال متبوع بانزلاق بالغ للتربة تستدعي تدخل كافة الجهات الرسمية والمجتمعية للمساعدة في كارثة نجمت عنها انهيارات منزلية ومدرسة تربوية مع تسجيل ضحايا وإصابات محاكاة افتراضية بولاية ميلا بمشاركة جميع المقاييس 13 كانت تنسيق محكم وقمنا بعملية الإسعاف والإنقاذ والإجلاع بطريقة احترافية وتم إجلاء الضحايا ونشكر كل المقاييس مركز القيادة للتسير يضم 13 مقياسا يترأسه رئيس بلدية القرارم جوغا المعني بالتنسيق المباشر بين الفاعلية الميدانية والمركزية الولائية عنا اليوم اجتماع عضاء مركز القيادة التابت الموضوع هو إجراء تمرين محاكاة لزلزال أو إنزلاء التربة بمنطقة السيباري قرارم جوغا ولا يتميلا من أجل تطبيق مخطط النجد البلدي إنها المواجهة بالميدان تنطلق لإخراج المصابين من تحت الأنقاذ وإخماد ألسنة النيران التي اشتعلت بسبب شرارة ناجمة عن الاحتكاك قبل قطع التيار الكهربائي عن آخره إضافة لوقف التزويد بالغاز ومباشرة عملية الإجلاء الافتراضي للضحايا في إطار تفعيل دور الدرك الوطني ومختلف المصالح الأمنية في تسيير الأزامات والكوارث الطبيعية هذا اليوم تم تفعيل مخطط الحماية والإيقاظ بلون أورساك البلدي ببلدية القرارم جوغا وليت ميلا المشهد مهول من شدة الواقعة كافة الترتيبات الميدانية وعملية الرقابة والتفتيش تتسع تدريجيا أمام حالة إنقاذ أخرى من جب بعمق 12 مترا تأهب ومراقبة ثم تخلص وتحويل نحو المعالجة ترجمة نانسي قنقر